لو انا اول مرة اقرأ سورة محمد لو انا حد جاب لي المصحف فاول مرة قال لي انا هفتح لك سورة محمد ممكن حد يتخيل ان هي هتكون قصة حياته زي سورة يوسف او مثلا بداية الاحداث اللي مر بيها في الحياة زي سورة القصص مع سيدنا موسى او قصة سيدنا موسى مع فرعون زي ما في سورة مثلا الاعراف او بعض السورة الاخرى زي الشعراء وغير ذلك فيفاجأ ان سورة محمد ليس هناك ذكر لقصة حياته صلى الله عليه وسلم ولكن للمجهود الذي يبوذل لنصرة هذا الدين لمنهج صار عليه المؤمنون اذا سورة محمد تعطي رسالة اذا اردت منهجه فعيشوا على ما عاش عليه وقوموا بالبذل الذي بذله هو والمؤمنون معه يبا اذا سورة محمد الذي يريد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان يسير على طريقه القضية مش لارتباط بالنسب ما كان محمد ابا احد من وجارك ودي الاشكالية الاسائلة عند الشيعة فهم عايزين ربطوا الدين بالنسب فقط والنسب محمد صلى الله عليه وسلم نسب شريف اذا امنوا وقال البيت يعني شيء معظم عندنا في الشريعة لكن اذا امنوا وفي عندنا ضوابط اخرى ايضا فالتقديم ليس بالنسب فقط فاذا الارتباط بمحمد صلى الله عليه وسلم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكونوا بأن تعيش على ما عاش عليه وأن ترتبط بمنهجه وأن تبدل لنصرة ديني وأن تؤمن بكل ما نزل عليه وامنوا بما نزل على محمد وده الوقف الثانيه مسألة اسم الصورة فإذا لما تنظر تجد بذل وتضحية وجهاد وقتال تجد في الصورة مشهد ضرب الرقاب مشهد رقاب متطيرة مشهد ناس قتلت في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله مشهد أنهار متتالية مصفاة في الجنة ثواب للمؤمنين مشهد المكيدة اللي بيقوم بالمنافقون في الصورة وارتبطهم مع أهل الكتاب وأن في نوع من الجو الخفاء والله يعلم أسرارهم أو إسرارهم عندنا في القراءة في قراءة أخرى أسرارهم لكثرة الأسرار نجد صد عن سبيل الله صورة تنظر فيها صورة متكاملة هذه الصورة تنظر فيها صورة متكاملة من صد الكافرين خبث المنافقين كيد اليهود أعداء الدين ثواب للمجاهدين منهج للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة اللي بتنظر حينما ترى من الكلمات التي تكررت كثيرا كثيرا في هذه الصورة أكثر من عشر مرات تقريبا كلمة أعمال أو عمل هذا اللفظ بجذره اللغوي لماذا؟ وإحنا بشير مع بعض نجد أن كلمة أعمال تكررت كثيرا في هذه الصورة هذا وقت البذل الكفار يبذلون ولابد أن يكون هناك بذل مقابل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن أنتم الفارق بيننا وبنهم وترجونا من الله ما لا يرجوه كلمة الأعمال ذكرت كثيرا وبصغط الجمعة أعمال كثيرة تبذل هذه المرحلة المدنية تحديدا حينما انتقلنا من مكة إلى المدينة وفرض علينا القتال مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية مرحلة بذل متواصل بذل متتالي متواصل لإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه ونصرة دينه إن تنصر الله ينصركم فلابد من توطين نفسي على بذل الأعمال وهم يبذلون أعمالا مقابل ذكرنا تكرار العمل تكرار كفر وصد عن سبيلها تكرار المغفرة للسيئات وكأن المجاهد أو الذي ينصر الدين ليس معصور ترجمة نانسي قنقر